الأرهاب بعينه عندما يتم استهداف شعب مكامله في مدنه وشوارعه وإسواقه ومحلاته وبيوته وهم يقضون احتياجاتهم ولا يقاتلون على الجبهات يكفي لفهم ما حصل أن نتأمل بهوية الضحايا فلأصبح المطلوب اليوم إبادة وإعاقة الشعب اللبناني كعقاب جماعي ومن حقنا أن نسأل أليس هذا السيناريو الذي صرح به كبار المسؤولين الإسرائيليين انظروا لبشاعة ما حصل في هذه السؤال تأتي هذه الرجمات التي تمثل سابقة خطرة وغير مسبوقة في طريق الحروب في عقاب سلسلة من التصريحات الإسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان وأعادته إلى العصر الحجري